بتوجهات من القيادة السياسية يقوم الهلال الأحمر المصري بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبية قطع غزة وأفاد مراسل التلفزيون المصري بأنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم والتي تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص ويأتي المخيم الإغاثي بخان يونس في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستعاب ألاف النازحين من شمالها